انتخابات الرئاسية وبرلمانية مبكرة في تركيا هي الأعقد والأهم في تاريخ الجمهورية التركية الحديث وفق كثير من المراقبين التفصل هذه الانتخابات بين نظام برلماني حاكم منذ عشرات السنين وآخر رئاسي أقرته تعديلات دستورية دعا إليها حزب العدالة والتنمية في شهر نيسان عام 2017 نحو 56 مليون ناخب تركي يصوتون لاختيار رئيس من بين 6 مرشحين أبرزهم الرئيس رجب طيب أردوغان ومحرم إنجا مرشح حزب الشعب الجمهوري الذي يعد المنافس الأقوى بعد أردوغان لا سيما بعد تحالفه مع حزب الحركة القومية في تحالف الشعب ويتنافس كذلك في هذه الانتخابات ميرال أكشنر رئيسة حزب إيل منشق عن الحركة القومية وصلاح الدين دمرتاش عن حزب الشعوب الديموقراطي الممثل للأكراد وتم القرم لأوغلو رئيس حزب السعادة ودوغو برينجيك مرشح حزب الوطن استطلاعات الرأي توقع بعضها أن يحسم الرئيس أردوغان الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى في ظل ضعف المنافسين النسبي وغياب مؤشرات قوية على التراجع المهم في شعبية الرجل بينما تتوفر فرصة أمام المعارضة ليحراز تقدم ما في الانتخابات النيابية والرئاسية على حساب حزب العدالة والتنمية الحاكم وإن كان هذا الاحتمال غير قوي خلاصة القول أن التركيا ما بعد تصويت الأحد ستكون مختلفة تماماً عن تركيا ما قبله من حيث نظام الحكم وخريطة القوى السياسية في البرلمان القادم ترجمة نانسي قنقر